استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب دفعة جديدة من الطلاب المشاركين في برنامج فاليو البرنامج أطلقته مؤسسة حياة كريمة لتدريب طلاب الجامعات على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات بالإضافة لتعريف بجهود مؤسسة حياة كريمة والتدريب على قيم التطوع وذلك بمشاركة عدد من الطلاب من مختلف الجامعات والمحافظات وللمتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود اطلعنا على تفاصيل هذا البرنامج برنامج فاليو الذي تستعد الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستقبال دفعة جديدة مشاركين في هذا البرنامج أهلا بك إيمان وبكل أسدى المشاهدين بالفعل اليوم استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب الدفعة الحادية عشرة للمشاركة في برنامج فاليو الذي أطلقته مؤسسة حياة كريمة هذا البرنامج الذي أطلقته المؤسسة لتدريب طلاب الجامعات على عدد من المهارات الهامة سواكرة المهارات الحياتية المتعلقة بكيفية التواصل مع المجتمع أو مع المواطنين وأيضا المهارات الخاصة بالتطوع والحديث عن قيمة التطوع وأيضا التعريف بجهود مؤسسة حياة كريمة وأيضا التعريف بالمشروعات القومية المختلفة التي تتم في مختلف المناطق والقرى الخاصة بحياة كريمة هذه الدفعة اليوم يشارك فيها 400 طالب من 12 جامعة من مختلف المحافظات هذه الدفعة أيضا تستمر على مدار خمسة أيام أول ثلاثة أيام سيكون هناك عدد من التدريب الأكاديمي المكثف للتعرف أو التدريب على استخدام بعض مهارات الإنترنت والأجهزة الإلكترونية التعريف أيضا أو التعريف بكيفية التواصل وأيضا التعريف بجهود مؤسسة حياة كريمة وعدد من المهارات الأخرى الخاصة بالطلاب والاستفادة أيضا أو الاستماع إلى الأفكار الطلاب والمبادرات الخاصة التي يريدون تنفيذها في قرى حياة كريمة وفي نهاية البرنامج يتم اختيار إحدى المبادرات التي تفوز بتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع في قرى حياة كريمة بمشاركة الطلاب الذين تم تدريبهم في هذا البرنامج ثم سيكون هناك يوم آخر للزيارات الميدانية سيكون هناك زيارة لهذه الدفعة خاصة بقرى حياة كريمة سيتم التعريف بهذه القرية والمشروعات التي تتم في هذه القرية وأيضا التواصل مع المواطنين في هذه القرية والتعريف بالأثر الذي تركته وأحدثته أيضا مبادرة تحياة كريمة والتغيير الذي حدث في هذه القرية ثم سيكون يوم ختامي بزيارة أحد الأماكن العسكرية أو السياحية لأيضا الدفعة الموجودة الأكاديمية الوطنية للتدريب استقبلت حتى الآن أكثر من 3200 طالب وطالبة من 28 جامعة مختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة وهي تراعي التنوع في الجامعات وفي أيضا المحافظات وهذه هي المرحلة الأولى لبرنامج فاليو الذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل وهذا البرنامج يعكس مدى اهتمام الدولة وأيضا مؤسسة حياة كريمة بالشباب وأهمية التطوع وأهمية أيضا تدريبهم على فكرة التطوع وعلى قيم التطوع خاصة أن مبادرة حياة كريمة تقوم على مجهود كبير من المتطوعين في مختلف المحافظات وعندما تحدثنا مع بعض الطلاب المشاركين أكدوا أهمية هذا البرنامج في ثقل مهاراتهم وإضافة العديد من الخبرات لهم للتعامل مع المجتمع والتعامل مع المواطنين خاصة أنهم يتحمسون للمشاركة أيضا في مبادرة حياة كريمة كل في محافظته وفي جامعته أيضا للمساعدة في المشروعات التنموية والقومية المختلفة وأيضا أبدو سعادتهم بوجودهم في هذا الكيان الكبير سواء في الأكاديمية الوطنية للتدريب أو حتى في مؤسسة حياة كريمة وهناك العديد خلال الأيام القادمة العديد من المحاضرات وأيضا ورش العمل التي ستكون موجودة بين الطلاب لثقل مهاراتهم وأيضا التعريف بأهمية التطوع ثم مشاركتهم فيما بعد في مشروعات حياة كريمة المختلفة وتستمر أيضا الأكاديمية لاستقبال العديد من الطلاب الجامعات خلال الفترة المقبلة هذه هي الصورة الخاصة باستقبال الدفع الحادية عشر في برنامج فاليو بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون وأيضا البرنامج الذي أطلقته مؤسسة حياة كريمة عودة إليكم أشكرك محمود جميل جزيلا كنت معنا من الأكاديمية الوطنية للتدريب